عام 92 كنت من أفضل لاعبي الهوكي الصعيدين في كندا لكن كنت عالقا بين عالمين كل ما عليك فعله نقل بعض الأغراض لي عبر الحدود القليل من الممنوعات هذا سيجعلنا أثرياء لقد كنت أفقد التحكم بنفسي حذرتك لا أحد يعبث معي كنت متعلقا بالمال ونمط الحياة ذاك وكنت معتادا عليه أثمت قضيت علينا إنه داء الطمع بالمزيد لم أخذ محزونك الفتا الجديد لم أختبر رعبا كهذا في حياتي حياتي تحولت فجأة إلى كابوس في صغري كان حلمي الأكبر في الحياة أن أصير أفضل لاعبي الهوكي في العالم كنت أحلم أن ألعب في دور الهوكي الوطني هذا ما أردته حسنا رايان أريد رؤية براعتك اليوم اتفقنا بني حسنا أبي عمل أبي بجد كي أحترف الرياضة ومع مضي السنين بدأ يقص في التمرين أكثر فأكثر هيا بني جولة أخرى ستفعلها كن أقوى لكن عند دفعه لي للأقصى لم أكن متميزا هيا رايان أسرع يا بني أسرع 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 هيا كنت أبذل قصار جهدي كيف أدائي؟ ليس سيئا لكني أعرف أنك أفضل كل ما أردته بأدائي أن أرضي طموحه كنت شابا يافعا حين غادرت المنزل لألعب في أفضل دوري للناشئين في كندا وكنت حينها قريبا جدا من حلمي السنة الأولى لي خارج المنزل كانت صعبة بحق كنت أصغر لاعب في الفريق كان الكثير من اللاعبين الآخرين يستغلونني ويستعملونني ككيس ملاكمة في إحدى الليالي ثملت بشكل مبالغ استيقظت عاريا كليا وكانوا قد لوثوني بالفضلات وكتبوا على كل أطراف جسدي المبتدئ شعرت بإذلال كبير لم أشعر أني لاعب هوكي لم أشعر أنني إنسان حتى شعرت كأني نكرة وكان ظلمي يكاد يتحول إلى كابوس عندما عدت إلى البيت بعد ذلك الموسم شعرت براحة لا تصدق لم أخبر أبي بما حصل ولم أخبر عائلتي كنت أشعر بالعار شعرت بالوحدة وشعرت أنني بحاجة إلى أصدقاء ربما مرة ذهبت إلى حفل ورأيت صديقا قديما لم أره منذ زمن بعيد جدا واسمه كين فلي أخي كيف حالك يا صاح سعت بلقائك كين كيف حالك أنا بخير اسمع ماذا لديك الآن كانت شخصية كين مختلفة عن جميع الأشخاص الذين التقيتهم في حياتي كلها عليك مقابلة الجميع كان الجميع يعرف كين إذ كان صيته ذائعا كان يحمل الكثير من المال وكان ينفقه في كل مكان بشكل مسرف في نهاية الأمس سألني كين إذن هل تكسب المال يا صاح؟ لا أنا مفلس تماما فنظر إلي بعينيه الزرقاوين صافيتين إذن تبحث عن عمل لم أسأله حتى عن طبيعة العمل أجل لقد كنت ساذجا جدا سنتحدث عن المال وأحضر معك معداتي الهوكي لماذا؟ سترى غدا في اليوم التالي على مسافة قريبة سمعت صوت بوب 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 كان كين يقف أمام منزلي أول من رأاه هي أمي نعم مرحبا هل رايان هنا؟ فسألت ما هو عملك؟ أمتلك شركة موسيقية اسمي كين وأنا السيدة شليبس لم تحبه والدتي ودعان أمي سررت بلقائك سيدتي هزت أمي رأسها فقط اتبعني فحس حسن تفقني؟ أجل ذهبنا إلى شقة تبعد عشر دقائق عن منزلي كنت متوترا قليلا فسألت ماذا سنفعل هنا؟ ماذا يحصل هنا؟ سأجني بعض المال ولكن كيف سأجني؟ كانت على الطاولة أمامها أكبر كمية ممنوعات رأيتها في حياتي أنا من كولومبيا البريطانية كندا الممنوعات هي جزء من ثقافتنا ولكن هذه كمية كبيرة تسألت كم تبلغ قيمتها موافقا على هذا؟ كل ما عليك فعله هو نقل بعض الأغراض عبر الحدود لي عمل سهل يا رجل حسن عمل سهل ابدأ بإفراغ حقيبتك بعدها كل ما عرفته هو تسعة كيلو جرامات من الممنوعات في حقيبتي أردت كسب رضا كين وأنا أكون جزءا من هذا ولذلك كان علي أن أقوم بهذا الرحلة إلى الحدود استغرقت نحو ساعة وخمس عشرة دقيقة شيء ما كان يحمسني شعرت بتدفوق الأدرينالين وقلت لنفسي ما أسوأ ما قد يحدث إنها بعض الممنوعات بعدها شرطة الحدود لاحقتني حينها بالفعل بدأت أتوتر ولم أتجاوز حدود السرعة كما كنت هادئا ولكن فكرت ماذا لو ماذا لو ماذا لو ثم نعطف وسلك طريقا آخر فقلت لنفسي يا للهول لقد كان ذلك وشيكا يا للهول مع اقترابي من الحدود كنت أدنو من نقطة لا عودة استوعبت أني أخاطر بمستقبلي كلاعب هوكي إذا عرفوا ما في السيارة فسيقضى عليه جواز السفر ماذا إلى أين تذهب؟ نظرت في عيني شرطي الحدود مباشرة ثم كذبت علي أنا ذاهب إلى تاكوما واشنطن ألعب في دور الهوكي للناشئين قلت لدي عدة الهوكي في الخلق حسنا بالتوفيق شكرا سيدي لو حليل أعبر شعرت براحة غامرة تحمست وفعلتها أنجزة المهمة أصبحت مننا يا صاح هذه البداية فحاسب تلك الليلة سلمني كين ألف دولار لم أملك مبلغا كهذا في حياتي ذلك الصيف هربت عدة مرات وكسبت ألف دولار كل مرة كنت أنفقها بسرعة كبيرة في أمريكا الممنوعات محظورة كليا لكنها مقبولة في كندا وكانوا يزرعونها بكميات كبيرة والطلب عليها في أمريكا لا يصدق الآن أنا فتى أحمق معه الكثير من المال أمي وأبي أيضا انتابهما الشك فيما أفعله لكنني لم أكن رايانا الذي كنته صرت كليا لا أهتم بوضع أمي أو أبي وكنت أخسر قيمي مرحبا في نهاية الصيف وبشكل مفاجئ أتاني عرض ليوقع عقدا في الولايات المتحدة الأمريكية لألعب الهوكي احترافيا محال هل أنت جاد؟ رغم كل الإساءة التي تعرضت لها بدأت أحلم مجددا بدأت أحلم بالطيران على ذاك الجليد حسنا شكرا أجل كان العرض من نادي ويتشي تثاندر لدوري الساحل الشرقي كانت أمي سعيدة كنت سأفعل الآن ما كان مقدرا لي أمي 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 أبي هذا لا يصدق كنت رائع سأجعلك فخورا به نحن فخوران به شكرا أبي أبي فعليا كان يبتسم ابتسامة كبيرة ويقول هذا فتاي هذا رايان الذي أعرفه بعد بضعة أسابيع كنت ألعب المباراة الأولى أمام أكثر من 15 ألف مشاهد صرت من الفريق فعلتها كنت على الجليد أخذت الجهة اليمنى وصل القرص إلى عصاي وسددت رمية في الزاوية اليمنى العلوية أحرزت أولها دفني إن فعل الجمهور بشدة إحساس السعادة العالي ذاك والقبول كان الجمهور يحبني وثم رأيت تلك الشابة في المدرج وكان لديها أجمل ابتسامة أراها في حياتي بلعقت أعيننا وكان علي لقل لذلك طلبت من مدربي أن يتكلم معه فانتظرتني سررت بلقائك أنا نيكول سررت بلقائك أنا راييني كيف لعبت؟ لم تكن سيئا لم أكن أركز عليك يا للهول كانت حقيقية وصادقة وطبيعية كان حبا من النظرة الأولى وانتقلت للعيش معي بسرعة أين تريدينني أن أضعها؟ في ردهتي هناك حسنا كين كيف حالك يا صاح؟ أنا بخير حاول كين دوما أن يغريني بالعودة إلى تهريب الممنوعات حجم التجارة يزداد أكثر فأكثر عليك العودة لنا لكنني كنت سعيدا جدا وكنت أتفق مع الجميع وكان حلمي يتحقق أيضا لا أستطيع أخي سأمنح حياتي هنا فرصة ودعا كانت الحياة جيدة ولكن احتساء الشراب صار مشكلة أستفقوا وأذهبوا للتمرين أفرغوا السمو وأوعدوا الكرة لكنني لم أعرف حينها أن حياتي ستتغير إلى لابد عدت إلى منزل من التمرين يوما وكانت نيكول في المطبخ وطلبت مني الجلوس كان كافيا لشخص واحد لكنه لا يكفي ثلاثة لدينا مباراة غدا وعلينا الفوز بها وأخبرنا المدرب يمنع تناول الشراب هذه الليلة كليا وأنا أكثرت من الشراب في اليوم التالي كنت متعبا بشكل كلي تذكروا ما قلته سنهاجمهم بقوة من بداية اللعبة وكنت أجلس هناك منزويا ولا أفكر بشكل سليم واحد إثنان تور واحد إثنان تور واحد إثنان تور واحد إثنان تور فيليبس هل تسمعوني؟ أعتذر منك لا يمكنني اللعب لا أستطيع لعب هذه المباراة متعبا مجددا محال فيليبس لا يمكن جن جنون المدرب بكل ما للكلمة من معنى هذا محال مستحيل رمى ذلك المزلاج على رأسي اللعنة قد تقتل أحدهم بهذا وعندها قال لي اسمع أنت لن تلعب في هذا الفريق مجددا أتفهم؟ انتهى أمرك انتهى أخرج من هنا خفت كثيرا كنت أنتظر ولادة طفلي ماذا علي أن أفعل الآن؟ الهوكي هو كل ما أردت لكن في تلك اللحظة بدأت أكره اللعبة جديا بعد بضعة أسابيع أصبحت أبا لفتاة صغيرة وقد كان ذلك أعظم يوم في حياتي ولكن في الوقت ذاته كنت مليئا بالخوف كيف سأتدبر نفقاتها؟ فلا مال لدي يا للهون يا للهون قررنا البقاء في منزل والدي في كندا هيا دعونا ندخلها إلى البيت ولكن حين أخبرت أبي أني لن ألعب الهوكي بعد اليوم بدت على وجهه خيمة أمل كبيرة في ليلة ما أخذت نيكول إلى مقر ها هي ذي نيكول الجميلة وهي لم تحب كين بالمطلق سمعت الكثير عنك أجل وسمعت عنك أيضا لم تنطل عليها ألعبه كان هناك صوت داخل عقلي يخبرني أني يجب أن لا أفعل ذلك لأن لدي طفلة وكان هناك صوت صغير في الجانب الآخر يغريني بالقيام بالعمل حبيبتي سأعود إليك حسنا كين يا رجل أحتاج إلى النقود بشدة سأعود للعمل نعم عزيزتي ما الذي قلته له في وقتها وللمرة الأولى أخبرت نيكول عن ماضية بتهريب الممنوع عبر الحدود في الصيف الماضي كنت أهرب الممنوعات مع كين وكسبت المال الكثير قلت لها لا أريد أن تفقد احترامك إلي أنت تمزح صحيح؟ ليس أمرا كبيرا كمية قليلة من الممنوعات كنا نحتاج إلى المال ولم أرغب في العيش في منزل والدي لفترة طويلة نظرت إليه وكانت غاضبة هزت رأسها ثم ذهبت أنا لم أخبر نيكول ولكن كليا لم أملك خيارا آخر اخترت تهريب الممنوعات هذا ما فعلته في وقتها كنت أعمل لدى كين لكنني أدركت أن هذه تجارة رابحة تمكنني من جني مال لا يتوقف لم أخبر كين لكن كان لدي رفيق اعتدت لعب الهوكي معه وكان لديه تصريح عبور سريع أربعمائة دولار الدفع مسبقا كان بإمكان بعض العمال تجاوز الحدود دون تفتيش كانت تلك فرصة ذهبية لنقل الأغراض عبر الحدود كانت الأمور تسير بشكل رائع حتى عرف كين ما أقوم به بالضبط أخرج ماذا تفعل؟ اسمه فلي كين تحرك كين اهدأ حيا شاهدت كين يزرع صوفة من الموت داخلي لم أزيد من الصفقات أخي حذرتك لا أحد يعبث معي وقام بالتلويح بمسدسه كليا فقد عقنا انتظر أنا الفاعل حسنا هذه صفقتي أنا أحضرته لم أحب الأسلحة يوما ولم أحب العنف أيضا كنت أحب كسب المال وكان كين خطيرا بدأت تراودني أفكار سيئة جدا عنه حان الوقت كي يستقلها وأعمل من دوني كين كان لي أربعة معارفة في الولايات المتحدة يمكنني بيع الممنوعات لهم عرفت معظم زارعي الممنوعات في كولومبيا البريطانية كندا بعد بضعة أسابيع صرت جاهزا للعمل كان لدي نحو خمسة وأربعين كيلو جراما على السرير وبينما كنت روضب الحقائب دخلت نيكول إلى الغرفة ماذا؟ ماذا تفعل؟ هل فقدت عقلك؟ هذا غير قانوني إنها مجرد ممنوعات عزيزتي مجرد ممنوعات؟ هل تنزح معي؟ قالت لي هذا جنون أنت لا تتصرف بطبيعتك أنت ستنتهي ميتا أو في السجن لا أريد أن أكون أما وحيدة لا أريد إخبار كاتي أن والدها ميت حينها وصلت بالفعل إلى نقطة الانهيار ولم يعود في وسع فعل شيء سأغادر سأغادر هذا المكان وسأخذ كاتي معي أرجوك نيكول ألا يمكننا التحدث في هذا الأمر؟ لقد اكتفيت ثم غادرت وأخذت ابنتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنني لومها انتهى الأمر أصمت إنها حياتي أنت ماهر في تخريب أمال رياني معني وشأني أعرف ما أفعله عرف والدي أنني أجني أموالا غير قانونية مما خيب أمله أكثر بي حينها لم أود أكترف هذا أكبر خطأ في حياتك أكبر خطأ هو البقاء معكم قررت التركيز على كسب المال بكميات كبيرة أن خطر لي الحدود الكندية واسعة لابد أن هناك طريقا في البرية وتبين أنه على مسافة ساعتين من فانكوفر هناك طريق في الغابة طوله 12 كيلومترا وكان يصل إلى الولايات المتحدة فقمت بجمعي فريق خاص به هذا هو الطريق أربعة متسلقين بإمكان كل واحد حمل 11 كيلوغراما على ظهره سيمشون 6 أو 8 ساعات سيلتقينا صديقنا في الجانب الأمريكي سآتي معكم ليس لأني لا أثق بكم بل لأنها تساوي الكثير من المال في اليوم التالي مشينا في الغابة وكان أمر مرهقا أخيرا بعد ثمان ساعات وصلنا تقريبا اختربنا من النقطة ولكن حين وصلنا الجانب الآخر للحدود لم يكن السائق موجودا شعرت بأن هناك خطبا وأخيرا وصل السائق لقد تأخرت أظن أن هناك من يلاحقه ماذا؟ أجل من يلاحقه؟ لا أعرف حسنا لنفعلها هيا بنا هيا 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 انطلق ما حصل بعدها وقعنا في ورطة أيها الغبي صضيت علينا يا رجل حينها غضبت كثيرا وفقدت صوابي أريدك أن تسرع فقط هيا تحرك وثم وجدنا مروحية تحوم فوقنا وسمعته توقفوا نحن الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة ارفعوا أيديكم أخرجوا جميعا أخرجوا سحبونا من السيارة واحدا تلو الأخر أخرج أخرج انزل انضطح أرضا يداك في الخلف كنت أستلقي على الأرض وركبة أحدهم على ظهري وجهي ملتصق بالعرض وكنت أرتجف بشدة كنت متوترا لقد قبضوا عليه تمت إدانتي بالتآمر لاستيراد 46 كيلوغراما من الممنوعات أخذت إلى مركز سيتاك الفيدرالي للاحتجاز الموجود في واشنطن كان هناك نحو 150 سجنا آخر وكانوا يصرخون فتى جديد فتى جديد سنقتلك الفتى الجديد وبالطبع كنت مذعورا بالكامل تشعرك أنك حيوان في قفص هذا حين أعرفت فعلا ما فعلته كنت عاطفيا جدا وقتا وأحسست أن كل شيء انتهى ولم أكن أعرف أبدا كم سيحكم عليه لا تستهين بالسجن مطلقا أشياء كثيرة قد تحدث ظننت أن أحدهم سيطعنني أو قد يأتي أحد المساجين إلى غرفتي ويؤذيني هذا ما يحصل هناك أعضاء العصابات الموجودون هناك كالمافيا المكسيكية المجرمون العصابات الإجرامية العنصريون البيض هم سيقتلونك يقول الناس ليس الأمر كما في الأفلام بل هو أسوأ أصبحت حياتي اليومية هناك سيئة جدا بعد فترة من الزمن وكان بعض حراس السجن يعاملوننا هناك كالكلاب كليبس تعال معي كان هناك حارس يكرهني بالتحديد لا أعرف ما إذا كان ذلك بسبب شكلي في أحد الأيام أخذني إلى غرفة وأغلق الباب التفت التفت هيا التفت اخلع ملابسك لماذا؟ قال أنت تحمل ممنوعات لا هيا كنت مذعورا جدا وخفت حينها أن يوذيني رجوت والدتي أن لا تأتي لزيارتي لم أردها أن تراني في هذه الهيئة مرحبا رايان مرحبا أمي كيف حالك؟ أنا بخير لا تبدو بخير أبدا قالت أحبك أبني أحبك لا بأس تتخطى الأمر أنت قوي جدا ستتحسن الأمور أنا آسف أمي أنا آسف جعلتني رؤيتها وهي تبكي أعرف مقدار محبتها لي وتضحيتها من أجلي أحبك وكنت أنا السبب في بكائها حكم عليها بعام ونصف أخبروني أني سأحرم من دخول الولايات المتحدة ذلك يعني أنني لن أرى ابنتي مجددا وأبدا لقد فقدت كل ما كان يهمني وابنتي فيه أعلى تلك اللائحة دمرني ذلك الأمر دباً، 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 ومقالة نيكولي قد عاد لمطاردتي لم أشعر بالوحدة هكذا في حياتي اشتعل الغضب في داخلي لأنني لن أرى ابنتي مجدداً تخليت عن مبادئه وبدأت أوطد علاقاتي في السجن وبمجرد قولي إنني من كولومبيا البريطانية كانوا يقولون من كولومبيا البريطانية أيمكنك فأقول أجل السجن هو كالجامعة للمجرمين تلتقي بمختلف أنواع المجرمين الذين يقومون بمختلف أنواع الجرائم أصبح الآن لدي معارف لأقوم بأعمال أكبر لذا، لما لا أفعل؟ فليبس، أتدورك وأخيراً، بعد مرور عام ونصف، عدت رجلاً حراً ودعاً، أعتني بنفسك أجل يا رجل قلت لنفسي حينها، سأرفع المستوى وأقوم بالعمل بشكل أكبر وأفضل بعدها أعادوني إلى كندا، وحرمت دخول الولايات المتحدة وحين وصلت إلى فانكوفر، بدأت أستخدم شبكة معارف الجديدة من السجن لدي شرحينة معدلة، كي تتسع على كمية معينة من الممنوعات كان لدي قارب يجتاز الحدود، ينقل 180 كيلوغراماً كل مرة حتى أننا حينها، التقينا رجلاً جديداً لديه طائرة كان بإمكانه أن يعبر الحدود متخفياً عن الرادار ناقل 113 كيلوغراماً من النوعات عبر الحدود، ما يكسبنا 250 ألف دولار فجأة بدأت الأموال تأتي بسرعة، لم تعد علب الأحذية التتسع لها فاستخدمت حقائب سفر وحقائب كبيرة وكان الأمر سهلاً جداً ولكن بخصوص ابنتي، صار عمرها عامين ونصف وكان كل شيء يبدو، دافهاً وبلا معنى من دونها مرحباً، أنا نيكول، اترك رسالة بعد سماعي الصافرة مرحباً، نيكول، أجيبي من فضلك فقدت التحكم بنفسي نهائياً، ولكنني انغمست في الحصول على المال وفي نمط الحياة ذاك لدرجة الاعتياد، كان ذلك مرض الحاجة إلى المزيد وعندها بدأت الأمور تسوق جدياً وصينيون أيضاً، مهما كانت الفئة التي تزودني بما أريد عند تلك النقطة، رايان، فيليبس، أصبح مستهدفاً تلقيت اتصالاً من معي؟ وما سمعته هو، لا يهم من أنا، لقد سرقت السبعين مننا ونريدك أن تعيدها عما تتكلم أنت، أي سبعين، إن كان أحدهم يتهمني بسرقة سبعين كيلوغراماً من الممنوعات، فالناس يقتلون لهذا اسمع، لا ترغبوا في إغطابنا كان يتصل نيابة عن أكبر العصابات في كندا غداً في الثانية ظهراً، لا تتأخر إن هؤلاء قتلت حقيقيون سينهون حياتي إن عبذت معهم وفي اليوم التالي، ذهبت إلى مطل من وسط وانكوفر لم أشعر بمثل هذا التوتر في حياتي أولئك المجرمون دخلوا إلى المطل وكانوا أعضاء عصابة وقتلة نعرف أنك سرقت مخزون لوس أنجلوس أنت مدين لنا بمليوني دولار، إذا لم تدفع فسوف تموت المليوني دولار لم تكن من أجل سبعين كيلوغراماً من الممنوعات الخفيفة بل من أجل سبعين كيلوغراماً من الممنوعات القوية أنا لا أتاجر بهذا النوع أبداً وأخبرتهم بوضوح بذلك أي مخزون، أنا لا أتعامل بهذا النوع اسمت، كان المطلم بكامله ينظر إلى ما كان يحدث واستمر بقول اسمت، اسمت، اسمت إلي بالمال غداً وإلا سيخضى عليك بحقك يا رجل، أنا لست الفعل ربما كان صادقاً يا زعيم بسعط أنت، أنا لم أفعلها ستثبت ذلك لي اتفقنا فهمت؟ حسناً ويستحسن أن تفعل والآن أصبحت حياتي على المحك طرعت غداً وفي اليوم التالي، كان علي الالتقاء به في مخزن وقالوا لي شيئاً لا يصدق أخبروني أنهم سيجلبون جهازاً لكشف الكذب وهي الطريقة الوحيدة لخروج من المشكلة لقد كنت خائفاً حقاً من هذه الحالة لأن نتيجة الاختبار تلك ستحدد ما إذا كنت سأعيش أم له كان كل واحد من هؤلاء الرجال يحمل سلاحاً قاموا بربط أسلاك إلكترونية به وحينها انتابتني الكثير من التساؤلات ماذا لو كنت متوتراً لدرجة أن أفشل في الاختبار؟ زعيمهم كان يجلس وهو يحدق إلي وأنا كنت أرتجفك ورقة خريف سأسألك خمسة أسئة وما أريده هو أن تجيبني بنعم أو لا هل كنت في لوس أنجلوس في الأسابيع الثلاثة الماضية؟ لا هل سرقت شيئاً من لوس أنجلوس؟ لا كان الجهاز يظهر خطاً مستقيماً ولم أعرف إذا كان ذلك جيداً أم أنه سيء هل سرقت شيئاً من هذه العصابة؟ لا هل بعت ممنوعات قوية من قبل؟ لا هل تعرف مكان السبعين كيلو جراماً؟ لا ما رأيك؟ حسناً، تم الأمر لم أعرف في تلك اللحظة ما إذا كنت قد نجحت في الاختبار أم لا وكنت حينها أجلس في مكاني وأنا خائف جداً لم أشعر بهذه الدرجة من الخوف من قبل في حياتي كلها أتعرف أنت فتاً محظوظ وهكذا نجوت بعجوبة لا يمكن تصديقها أراد هؤلاء الرجال أن يأخذوني ليس من أجل المال فحسب بل أراد قتله كانت مسألة وقت فحسب فنهايتي كانت تقترب نظرت ليلتها إلى المعكاس في المرآة وفي ذلك الوقت لم أحتمل ما قد رأيته لقد أصبحت شخصاً اختار الممنوعات واختار الجريمة واختار المال بدلاً من ابنته وبدلاً عن نيكول وهما الشخصان الأحب إلى قلبي وانفجرت بالبكاء عرفت أني لم أعد أريد هذه الحياة لو أمكنني أن أعود إلى زمن إطلاق الصراحي أتمنى لو سلكت طريقاً صحيحاً بدل العودة للتهريب من الواضح أني لم أتعلم درسي تعلمت بالطريقة الصعبة فأنا حالياً لم يعد معي أي فلس من الممنوعات وتجارتها في هذه الأيام لا شيء أبداً فقد زالت كلها سواء بسبب القروض أو فشل العمل قدت دراجتي عبر دولة كامبوديا لأساعد في إنهاء الجارب البشر والاستعباد الجسدي للأطفال ظننت أني ربما يمكنني فقط أن أساعد الشيء الذي أردته أكثر من أي شيء آخر هو العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لرؤية ابنتي وتحقق حلمي لا يمكنني وصف سعادتي كان شيئاً لا يصدق للمرة الأولى منذ وقت طويل شعرت بالسعادة شكراً للمشاهدة